تمشبول مع نفط ميسان الفريق الإدارة النادي اللي أنا أعرف وسامعين بيها أنه خلال مواسم عديدة أنه إدارة جيدة إدارة مثالية من ناحية توفير جميع مستلزمات النجاح للمدرب والفريق وأيضا من ناحية الأموال ودفع الأموال أكو صارت معوقات أو معرقلات حول هذا الموضوع؟ شوف أستاذ دهود اليوم للأمانة تعاملنا مع مجلس الإدارة اللي كان موجود كان تعامل مثالي في كل الفترات اللي تواجدنا وبالعكس إحنا أسرة واحدة قبل لنكون إدارة وكادر تدريبة أو ودير فني لا كنا عائلة وهذا التعامل اللي بنتعامل وفي كل الأندي اللي بنتواجد فيها اليوم البيت فيه كل شيء اليوم فيه بالبيت أي بيت فيه كل شيء بحدث لكن ببقى داخل البيت اليوم مهم جدا اليوم هاي أمانة حملناها الأمانة من أول يوم لحد البارحة إحنا البارحة مقدمين استقالتنا وجلسنا مع الإدارة واتفقنا وحاولوا يثنونا وبالعكس أنا صريت وقلت لهم لا من أجلك ومن أجلي مش بس لعد قلب المحمود مسكين لا بالتأكيد يعني ببارحة اللي تشوفنا وتشوفوا يعني ببواد علي قلت لهم صحيح صحيح لكن اليوم اليوم مثل ما حكيت لك الدهود اليوم من أجل تحافظ على العائلة مرة تبتها تضحيات بصراحة يعني البارحة إحنا خلصنا أتمينا كل شيء واتفقنا وكملنا منا مخالصاتنا اليوم كنا بالتمرين اليوم رحتوا للتمرين طبعا بالتأكيد قد تنوحني التدريبين لا لا بالتأكيد سلمت عليكم كابتنا محمد علي كريم أخوي طبعا بالتأكيد تحياتنا ومدرب مميز ومدرب جيد لكن اليوم كنا احنا بالوحدة التدريبية موجودين حتى مدرب حراس ما تمشي الاتفاق قلت لحبد الروف لازم تكون أنت لأنه هذا بيتنا اليوم حتى لو خلصنا من نفط ميسان طب قال الروابط الأسريية بدون فنية فكنا أنا كنت متواجد بالتمرين شجعت اللاعبين وقلت لهم إذا بتحبوا هيثم تحققوا نتائج جيد لأنه هذا الفريق إحنا تعبنا به وبنيناه اليوم نعم مش صح اللي صار بالفترة الأخيرة من سوء نتائج نعم فيه تراجع بالتأكيد وإحنا مشخصين شخصين الحالة